السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أعزاء الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر المسارين العلمي والتكنولوجي بعنوان قواعد تكامل الدوال وهو الدرس الثاني من الوحدة الرابعة الجزء الخامس عزيز الطالب سوف نتعلم في هذا الفيديو أولاً استعمال أكثر من قاعدة لإيجاد تكامل غير محدود ثانياً استعمال المتطابقات لإيجاد تكامل الدوال المثلثية ولابد لنا عزيز الطالب من تذكر بعض القوانين والقواعد التي قمنا بدراستها فهيا بنا عزيز الطالب لنتذكر أن تكامل الدوال الأسية الطبيعية قواعد تكامل الدوال الأسية الطبيعية أولاً تكامل أولاً تكامل E to the power x dx equals E to the power x plus c ثانياً تكامل E to the power kx dx equals E to the power kx over k plus c ففي الحالة الأولى نقول أن تكامل الدالة الأسية E to the power x هو نفسها وفي الحالة الثانية إذا كان للمتغير x معامل هو k يجب أن نقوم بالقسمة على k في عملية التكامل وهيا بنا أيضاً لنتذكر تكامل دالة المقلوب تكامل x to the power negative 1 dx equals تكامل 1 over x dx equals len modulus x plus c عندما x not equals 0 أي أننا نستطيع أن نقول أن الدالة الأصلية للدالة f of x equals x to the power n حيث أن n equals negative 1 هي دالة اللغرتم الطبيعي للقيمة المطلقة للمتغير x وأيضاً عزيز الطالب هيا بنا لنستعرض ونتذكر تكامل الدوال المثلثية فكان تكامل sin x dx equals negative cosine x plus c وأيضاً تكامل cosine x dx equals sin x plus c وكذلك تكامل six square x dx equals tan x plus c أما إذا كان لx معامل وهو الك فإن تكامل sin k x dx equals negative cosine k x over k plus c وأيضاً تكامل وأيضاً تكامل cosine x dx equals sin k x over k plus c وأخيراً تكامل six square k x dx equals tan k x over k plus c هيا بنا عزيز الطالب لنستفيد من القوانين التي قمنا بعرضها في حل واستعراض المثال رقم 5 صفحة رقم 15 أوجد التكامل غير المحدود في كل من الحالات التالية الفرع a تكامل x square minus sin x dx الفرع b تكامل 2 sin x minus 3 6 square 2 x dx الفرع c تكامل 1 minus 2 cosine 3 x times sin 3 x dx تلاحظ عزيز الطالب في الأسئلة الثلاثة ففي الفرع a تلاحظ أنه توجد دلتان أحدهما دل كثيرة حدود والأخرى دلة مثلثية وفي الفرع b تلاحظ بوجود دلتين مثلثيتين وفي الفرع c تلاحظ أنه يوجد حاصل ضرب دلتين من الدوال المثلثية والآن عزيز الطالب هيبنا لنستعرض الحل أولا الفرع a تلاحظ أن التكامل يحوي دل كثيرة حدود وهي x square وكذلك دلة مثلثية وهي sin x فيكون تكامل x square minus sin x dx نستطيع أن نفصل التكامل إلى تكاملين وذلك بتطبيق قاعدة المجموع والفرق فيكون equals تكامل x square dx minus تكامل sin x dx وبتطبيق قاعدة القوة على التكامل الأول يكون الناتج equals 1 over 3 x to the power 3 وبتطبيق قواعد تكامل الدوال المثلثية على الدلة الثانية لاحظ عزيز الطالب أن الإشارة أمام التكامل سالبة وكذلك فإن ناتج تكامل sin x dx هو negative cosine x فبضرب الإشارتين السالبتين معا يكون الناتج positive cosine x ولا تنسى عزيز الطالب بوضع ثابت التكامل plus c أي أن ناتج التكامل في الفرع a سيكون one third times x cubed plus cosine x plus c والآن عزيز الطالب هيا بنا لنستعرض الفرع b تكامل two sine x minus three six squared two x dx مرة أخرى نستطيع أن نفصل التكامل إلى تكاملين باستخدام قواعد المجموع والفرق فيكون equals two تكامل sin x dx minus three تكامل six squared two x dx وبتطبيق قواعد تكامل الدوال المثلثية بالنسبة لدلة السين على التكامل الأول فيكون الناتج equals negative two cosine x وبتطبيق أيضا قواعد تكامل الدوال المثلثية على التكامل الثاني يكون الناتج minus three times tan two x ولا تنسى أن تقسم على معامل x وهو two ولا تنسى وضع ثابت التكامل plus c وبالتطبيق نستطيع أن نكتب الناتج equals negative two cosine x minus three over two tan two x plus c أي أن التكامل two sine x minus three six squared two x dx كان ناتجه هو minus two cosine x minus three over two tan two x plus c والآن عزيز الطالب مع الفرع c لاحظ عزيز الطالب أن الفرع c عبارة عن تكامل one minus two cosine three x times sine three x dx لاحظ عزيز الطالب هنا أننا سنحتاج إلى ضرب sine three x في القوس فيكون الناتج equals عندما نضرب sine three x في one فيكون الناتج تكامل sine three x ثم عندما نضربها في two cosine three x يكون minus two sine three x times cosine three x dx ثم نعود مرة أخرى عزيز الطالب بتطبيق قاعدة المجموع والفرق لفصل التكامل إلى تكاملين فيكون equals تكامل sine three x dx منس تكامل two sine three x cosine three x دي x لاحظ عزيز الطالب أن التكامل الثاني هو عبارة عن حاصل ضرب دلتين مثلثيتين وأننا لم نأخذ قاعدة لإيجاد تكامل حاصل ضرب دلتين مثلثيتين حتى الآن وعلى ذلك لابد من وجود تعويد ما نستطيع أن نعوضه مكان هذا المقدار حتى نستطيع إجراء عملية التكامل وبالرجوع إلى المعلومات التي درستها في العام السابق بالنسبة للمتطابقات المثلثية فهيا بنا لنتذكر أن متطابقة ضعف الزاوية كانت تقول أن sine two a equals two sine a times cosine a أو بطريقة عكسية نستطيع أن نضع مكان two sine a cosine a sine two a وبتطبيق هذه القاعدة على المقدار الموجود في السؤال نلاحظ أن قيمة a هنا هي 3x وبالتالي يكون sine two times 3x equals two sine 3x cosine 3x أي أننا نستطيع أن نكتبها على الصورة sine 6x equals two sine 3x cosine 3x أي أننا نستطيع أن نعوض مكان المقدار two sine 3x cosine 3x بـ sine 6x فيكون equals تكامل sine 3x dx minus بالتعويض يكون sine 6x dx وفي هذه الحالة تلاحظ أن الدالة التي قمنا بالتعويض عنها في الدالة المكاملة نستطيع أن نجري لها عملية التكامل أما المقدار بصورته الأولى كنا لا نستطيع أن نقوم بإجراء عملية التكامل والآن هيا بنا عزيز الطالب لنطبق قواعد تكامل الدوال المثلثية بالنسبة لدلة السين على التكامل الأول فيكون equals negative cosine 3x over 3 وكذلك بالنسبة للتكامل الثاني فيكون minus negative cosine 6x over 6 plus c وبالتبسيط يكون الناتج equals negative 1 over 3 cosine 3x plus 1 over 6 times cosine 6x plus c أي أن ناتج التكامل هو negative 1 over 3 cosine 3x plus 1 over 6 cosine 6x plus c ومرة أخرى عزيز الطالب حان دورك لتقوم بالحل حاول أن تحل تمرين رقم 19 and 20 صفحة رقم 16 أوجد التكامل غير المحدود في كل من الحالات التالية رقم 19 تكامل cosine x minus 3x squared dx رقم 20 تكامل 3 cosine squared x minus 3 sine squared x dx عزيز الطالب عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل تلاحظ في السؤال رقم 19 أن تكامل مكون من دلتين تكامل cosine x minus 3x squared dx ونستطيع أن نجري عملية التكامل مباشرة فيكون equals بالنسبة لدالة الكوساين بتطبيق قواعد الدوال المثلثية بالنسبة لدالة الكوساين فتكون sine x minus بتطبيق قاعدة القوة على الدالة كثيرة الحدود فتكون 3 times x cubed over 3 plus c وبالتبسيط يكون الناتج equals sine x minus x cubed plus c أي أننا نستطيع أن نقول أن تكامل cosine x minus 3x squared dx هو sine x minus x cubed plus c والآن عزيز الطالب مع السؤال رقم 20 هل تلاحظ شيئا غريب في السؤال أحسنت كل الدوال المثلثية أو كل قواعد الدوال المثلثية التي قمنا بسردها لم يكن فيها power 2 وبالنظر إلى السؤال سندرك أننا سنحتاج إلى التعويض بقيمة ما عن قيمة المقدار الموجود حتى نستطيع أن نحل السؤال لكن ما هو هذا المقدار الذي سنحتاج إلى التعويض عنه فمرة أخرى نجد أن نتكامل 3 cosine squared x minus 3 sine squared x dx أولا سنحتاج إلى أخذ 3 كعامل مشترك فيكون equals 3 times cosine squared x minus sine squared x dx هل تذكرت عزيز الطالب ما هي المتطابقة المناسبة من المتطابقات التي قمت بدراستها في العام السابق حتى نستطيع التعويض عنها هيا بنا لنتذكر معا هذه المتطابقة تذكر أن متطابقة ضعفة الزاوية بالنسبة للcosine كان cosine 2 x equals كان الناتج إحدى ثلاث إجابات إما equals 2 cosine squared x minus 1 أو cosine squared x minus sine squared x أو كان عبارة عن 1 minus 2 sine squared x تلاحظ أننا نستطيع أن نعوض عن cosine squared x minus sine squared x بالمقدار cosine 2 x والذي لا يحوي على أي دوال مربعة فيكون equals 3 times cosine 2 x dx الآن عزيز الطالب نستطيع أن نستخدم قواعد تكامل الدوال المثلثية بالنسبة لدلة الكوسين لإجراء التكامل فيكون equals 3 over 2 sine 2 x plus c أي أن تكامل 3 cosine squared x minus 3 sine squared x dx كان عبارة عن 3 over 2 sine 2 x plus c وفي نهاية هذا الدرس نتمنى لكم المزيد من التفوق دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر